نادي الزمالك الأستاذ عمراء أدهم عضو مجلس إدارة النادي أعلن تلقي نادي اختار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتأجيل قضية جيم باتشيكو مدرب الفريق السابق حتى يوم 31 يوليو باتشيكو كان حصل في وقت سابق على حكم بإلزام الزمالك بسادات 450 ألف يورو وده اعترض عليه باتشيكو وكان شايف أنه ممكن يعني ياخد رقم أكبر تقدم باستقناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر ومجلس دارة نادي الزمالك برئاسة كابتر حسين اللبيب عايزين في الفترة الحالية ينهو كافة القضايا والمشاكل الموجودة فكرة أن باتشيكو تروح شوية القضايا للصيف يعني خالد الزمالك ياخد نفسه شوية عشين تعارفين طبعا الزمالك تم إيقاف كده لثلاث فترات بسبب قضية خالد بطيب كتير قوي تتكلم في مجمل قضايا ومشاكل توصل لخمسة مليون دولار انت بتخيل الرقم مرعب مرعب يعني ماشي